شجور كثيرة تحز في نفوس السوريين اليوم فيما تبقى من ذكرى جلاء الانتداب الفرنسي عن وطنهم بجيوش وأعلام غريبة تدعي حرصها على السوريين تقوص الاحتفاء بيوم الجلاء لها أثر مميز في ظل النظام فالصرخات والدبكات والاحتفالات المقامة في عموم المحافظات السورية تنتهي بخطابات تؤكد على جملة من شعارات بقيت لأكثر من خمسين عام راسخة عن جلاء على أن تملأ صور الأسد الساحات والميادين ربما تغطي أيضا على يوم الاستقلال ورجالاته وبطولاته عيد الجلاء يبدو عند النظام كمادة دعائية يتكئ عليها في ترسيخ صورته وسطوته ويظهر الخطاب المتداول والرسمي وكأن النظام امتداد للرجال الاستقلال من خلال ربط نفسه بمفردات الكرامة الوطنية ومقاومة المستعمر وشعارات الممانعة والمقاومة مع الفصل بين مفهومي الحرية والاستقلال مشاعر الصخط والقهر لما وصلت له حال البلاد تغلب على السوريين الذين بات العديد منهم مهجرين أو نازحين عقب سنوات من سياسة العنف المفرط لنظام الأسد وضياع مقدرات البلاد البشرية والاقتصادية لصالح حلفائه في طهران وموسكو عبر منحهما عقودا ضخمة اقتصادية وقواعد عسكرية مقابل أن يبقى على كرسي الحكم سياسة كان نتائجها أنك ترى اليوم علم أمريكا بالرقة علم روسيا باللاذقية علم إسرائيل بالجولان علم إيران بدمشق أما علم النظام لا يزال يستقر فوق السجون وأقبية المخابرات